موسيقى عشان كده مش ممكن يكون منطقي انه اليهود حرفوا الكتاب ولا المسيحين من ناحية اخرى ولا مسيحين طبعا لانه المسيحين بيحترموا جدا جدا الكتاب بتاعهم ويقدروا وفي نفس الوقت لو المسيحين كانوا حرفوا الكتاب كانوا يصطدموا باليهود طب وليه يعني ليه يحرف يعني مين بيختر عباله ان واحد يحرفه وليه هيحرف الكتاب خلينا اقول لحضرتك على الاقل لهم المسيحين حرفوا الكتاب كانوا نفس الشيء كانوا شايفوا اخطاء الرسل الموجودة في الكتاب المقدس زي مثلا بطرس انكر المسيح مرقص بالمسيح وهرب وتركوه التلميذ وهربه والخيانة يعني ما ينفعش انهم يسيبوا الامور دي موجودة في الكتاب المقدس تدينهم ويكملوا ويقولوا ان الكتاب ده محرف على الاقل للنظام طب والاضطهاد الناس اللي دفعت الثمن انه فعلا عم بتموت من اجل المسيح منطقيا مش ممكن انا حرف كتاب بنفسي واروح امود في سبيل هذا الكتاب وانا عارف ان انا محرفه يعني منطقيا مش ممكن يستقيم القضر فمنطقيا يا سيس نزار مقدرش اقول انه المسيحيين حرفوا الكتاب ولا اليهود حرفوا الكتاب لانه للمسيحيين منطقيا يحرفوا ولا اليهود منطقين يحرفوا فانا بسأل السؤال للمشاهد يا ترى مين اللي حرف الكتاب اشتركوا في القناة